أثار حديث سفير إيران في العراق إيريج مسجدي عن جولة محادثات رابعة بين بلاده والمملكة العربية السعودية الأسئلة عن مدى جدية الغريمتين في طي صفحة الخلافات الحادة بينهما ورغم أن كلام الدولوماسي الإيراني لم يخرج عما هو معهود من ترويج لسياسة اليد الممدودة نحو الجيران وعلى رأسهم السعودية لأنه جاء هذه المرة في غمرة مجموعة من الأحداث والتطورات التي يرى البعض أنها تهيئ المجال لقدر من التقارب السعودي الإيراني الذي سيتيح على الأقل تحقيق تهديئة سياسية وإعلامية بين الطرفين إن مضي السعودية بعيدا في التصالح مع إيران يظل رهن حدوث تغيير ملموس في سياسات الأخيرة ومن ذلك كف أيدي وكلائها المحليين من فصائل مسلحة ناشطة في العراق وسوريا ولبنان واليمن عن زعزعة استقرار المنطقة وتهديد أمن السعودية بشكل مباشر وفي ظل هذا التوتر المستدام الذي تعتبر إيران طرفا مباشرا فيه ينظر المراقبون إلى المحادثات التي تجريها الرياض مع طهران برعاية عراقية كمجرد عمل تكتيكي ضرفي هدفه المرحلي خفض التوتر والتحقيق التهديئة جنبا إلى جنب مع مراقبة المتغيرات والتفاعل معها ومنها تطورات السياسة الأمريكية والحد الذي ستصل إليه عملية الانكفاء من منطقة الشرق الأوسط التي تنظي فيها إدارة الرئيس جو بايدن مسجدي قال أيضا أنه من خلال تعاون الحكومة العراقية أجرين ثلاث جولات مفاوضات مع السعودية في بغداد وستكون هناك جولة رابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة وفي مايو الماضي أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية وتأتي جولات الحوار تلك في محاولة لتحسين العلاقات بين الرياضي وطهران التي تم قطعها عام 2016 إثر احتداء محتجين إيرانيين على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهمة الإرهاب